موسيقى بسراحة الله يقدر خير شعير وينه عند مزاود نمشي نحاول واحد يسكر النار بكل بفلوسيني سرح ومصخ نمشي المزاود نحاوله ونحاول فيه بشي يعطيني شكار نخالة بزد يعطيني نخالتي وعطيني شعيري اللي مدعم اللي يجلوا فيه في اسم الفلاحة مدعم الاحتيكار عندهم في كل جاي احتيكار في المسؤولية هم اللي يضوع السامشة كله في واحد عنده ستين مسؤولية ويقول لك خيص سعيد يحكم فيه يحكم وحده مانا يعتحوا هاكم انتم تحكم وحدكم تي دولة الاتحاد الاتحاد اذاك دولة في وسط دولة يحكم وحده يمشوا يفارقوا في الفلوس لناه يحركوا في المزاودين الصراق متاحهم باش يهزوا الناس يعبوهم في الكيران هزينهم لك متع ستة وعشرين جوان في هذاك اليسار وشيكين بيانايا خطر شبطهم باللسم السيد اللي ريناه في الاتحاد الوطني ما ريناه حالش هاي ناتيك اشتعمل في الاتحاد بالبتين دا تخدم بالخندراء تاخوه في شهرية على حسابي على فلوسي اشتعمل في الاتحاد او نقولها باللسم اشتعمل انت انتريتي احي اذي مدير الكنعقرية تحكي عنيش دخلي ما اخوه الانتريد ويخدم في الاتحاد فلاحية مبير ويخوه في شهرية قولوا كذبوني عندك بتين دا في وسط الاتحاد انت كان في كونكيرية منين جادوا الفلاح منين جادوا وقولوا انا هاي بتاقتاري في متاعي فلاحة عن جد بريزكي بدينيتي انا من يا والدي لا مكارثة يبعدونا اخوه يبعدونا اخوه ديما نحكيه على غرايب تونس وعشايبه ونحكيه خاصة على الفلاحة اللي نقولوا فلاحتنا هي لولة والفلاحة هي ذات اولوية وكلام برشا يتحكيه في الموضوع هذي لكن الواقع مغاير والواقع يوجع برشا نحكيه على تربية الابقار وعلى التسمين العجولة وعلى الفلاح فما كلامة قال برشا لكن اسمعنا البقرة بـ 12 مليون والبقرة بـ 13 مليون وقلتش عليك بشتسري مرسا ديس وحكايات غريبة عجيبة حكايات اغرب من هك احنا كنا نخدموا في منظومة ومنظومة هذي في الحليب في البقرة في تربية الاراخ وعملنا الارخة التونسية وما نوردوش ووقفنا التوريد من بره جملة جات ناس بعد الثورة هذي اللي يحكوا عليها وقت كل شي جابوا وردوا البقر علاش تورد فيه وقت اللي احنا عندنا ناس تربي في الابراخ وتخم عند الدولة في سيفونسيون وتخلق في بقرة تونسية وشتلة تونسية وكانت منظومة كاملة اصباحنا الارخة قال لك جونا بمشروع بتشري البقرة بحداش وبتشكون طلع لها سوم أحداش وتسعة ملايين وقت اللي احنا أحداش وتسعة ملايين بقرة الحم بتسعة ملايين وبقرة الحليب بحداشن مليون وتخ وتمشي تاخذها على البانكة يعني رهنوا على بيت دخلوها ما تعرفش حكاية البقرة بالنسبة اللي اناي وقتها خلطت على الاجتماع تردت من نجام ناس سمسارة وناس جاية داخلة وتلعوا البقرة بحداشن مليون سمحني انت مربي بتاع ابقار حتى أنا مربي والبقرة التونسية البقرة التونسية كدش في السوق في السوق توا ما بين الـ 4 ملايين ونص وخمسة ملايين عدت الـ 6 ملايين الباهية الباهية بـ 6 ملايين با بلوس 6 ملايين ماكس كيفاش توصل 11 مليون و12 مليون ايه ما يو الفلاح كيبدا معدوشه بقرة ويبدا مغروم هو وليش ريها بـ 11 مليون يسخيبها البقرة بشي تجيبله الفلوس كمانا هو عندي البقرة الشر اللي فيت جانفي دي جاء زايد من جيبي 840 دينار بخلف القرط وتبننا منيش حاسبهم حاسب العلفة بارك خلنا رجع لك انتي بقرة ب 12 مليون في جيبه شكون تمشي في جيبه ناس رقمتع الدولة المواردين الناس اللي دخلوا اللي موجودين اللي عندهم منخصة التوريد وهم اللي تلعوا بالحكاية دي والدولة حطوا الدولة باش تدفع سيفونسيون في البقرة كنين يمشي نشري البقرة تعطيني الدولة 60% سيفونسيون ولا 40% في الحم مندري 40% وفي الحليب 60% وجيبه لبقرة ووحلوا فيها ناس ما يعرفوش شناي البقرة وشناورون دمون بتاعها وباعوا للعباد على طريق الباكر نعطيك حاجة أنا عندي ثلاثة بقرات تباعوا شرياها من الرجل بثنين وثلاثين مليون ثلاثة بقرات وولده وعنده وشريتهم مني بثناجين مليون شريتهم بثناجين مليون ماتوا ولاده ومشريتهم مش قف بحليبهم اثناجين مليون من السوق اللي شريعه بالطريقة هذية وكل باعته في السوق البقرة يعني هو يشري البقرة بعداش المليون بعداش المليون يدخل يلقى مثل ما شي تخرج للسوق تتباع بثلاثة ملايات وتاول البقرة تنصير هو إيجي نكلمك الباهية باهية وراي ما توصلش بخمسة ملايات وما وصلتش نونو دخلوا للسوق سمحني ديما نحكيه على الدولة قدش تساهم في البقرة متاع 12 مليون قدش سيفونسيون دل اتاع قلك 60% في بقرة الحليب و40% في بقرة الحم اللي تول تحريب 20 مليون معتها 6 ملايين من عند الدولة و6 ملايين من عند الفلاح 6 ملايين من عند الفلاح هذي مشروع رفضاته الفلاح رفضاته وشكوين اللي عمل لصومة من البقرة بتأسعم لايل وشكوين جل戰 سمحني انت فضيت مشكلت الحليب , احسنا اكتنا في اكتفاداتي انت كي يجبت لبقرر من برا فضيت مشكولت الحليب تحلت ما تحلتش انت كيبيت لايو العجور من برا ووتسمين تعالي عجور في ومشكلتنا ر motorcycles الحم مرخوزش. خاطر مشكلتنا مش فكي تجيب انت وتذبح لهنها. روا مشكلتنا برا جيب من برا وماكش بش ترخص حد شي. مشكلتنا احنا لهنين نخدمو. واضح. فخر ترجمان الاتحاد الجاوي للفلاحة بمنوبة. كلام يدوخ. كلام يبعث على الشك. الكلام يقول وفهم عبيد برشة ترفك. شين الحكاية؟ والله صارت برشة كوارث في القطاعات. احنا المنظومات الكلها قاعدة تتضرب في العشر سنين اللي فاتت. منظومة الالبان. منظومة اللحم الحمراء. كيتوصل انتي البقرة بتس عملين يا خوة الفلاح. هي تس عملين اصل الدينة. ملكن بلان تيريسك بشيخوها البانكة. توصل بثناش وبثلتاشم مليون. وبعتلي ما يلقاش العلف. في في الفين وعشرين لوزير نحى الدعم متع العلف الخضراء. معناه لحشيش. متع الماء. كنا نسقيه. خمسين في المياه. معناه نخلصوا اللحشيش. نحى الدعم. نقص في الاعلاء. نقص في العلفة. متع الناس الاخرى. كيفاش بقرة في ت تونس بخمسة ملايين في السوق. ونجي بقى انا من بره بعداش. وبتسعة وبعشرة. قبل اللي كنا نعملوا في جينيس بلان. اللي فما الناس مربين وياخذوا في منحهم الدولة. وقراخ مؤصلة تونسية. ما تفوتش الخمسة ملايين. بعدها يجاوا التوريد. وهي شنية الحكاية. في عاد سي سامير بالطيب. قالوا معناه بش نعطوا منحة. خمسين حتى الستين في المياه. أربعين في المياه للحليق للحم والستين في المياه للحليب. والبقرة وصل تس عملين. تس عملين اصل الدينة. ما قلت لك بلان تيريس تصل 12-13 مليون. مبارشة فلاحة تورده وشريه بقر. وطلعت الحكاية مش صحيح. وعملوا ندوة وهو بش نعطيكم منحة وهو خمسين في المياه. لكله كلام. فراثيك في جوبة شكون. في جوب اللوبيات اللي يورده. بطبيعة انتي وقت لشركات هذين تعال التوريد اللي نعانيوا فيها. سواء في الأبقار سواء في الحليب. سواء وقت لانتي يضرب البتريموان ويضرب لك المربين. ما فماش علاف غلاء العلاف ماش يوزيد. الفلاحة الكلف هي اكثر من الانتاج. ليه. سامحني انتي من الاتحاد. عليش تكلمت اليوم. عليش سكدت على الترفيك. عليش سكدت على الفسات. عملنا ندوات وبالأدلة. 2018. 2020. 2018. عملنا ندوة على توريد البذور. secure. نحكي بسيفة عامة خطر شركات توريد البذور هم يباديهم شركات توريد الاعلاف. شركات توريد البجر عملنا ندوات على لبجر على منظومة القلبان قلنا عطينا صيحة فزعية. ولادي اراها اللي بجتة تضرب المنظومة. وضربت المنظومة وعودنا خدمنا وعودت الفلاحة مساكن حطوا على كتافة مديون وخذائه اللي بقر واليوم مش خالت بشي خارس الكنبيالات وكي ما يحكي لك يتلز بشي هابة البجرة يبيح عشرية بعشرة ملايين وتتكلف له بثلاثتاش من المليون وهابة السوق يبيح عربعة وخمس ملايين مش خالس كنبيالة بيه اليوم في تونس نحكيه على مشكلة كبيرة نحكيه على الترافيق نحكيه وين فمه دعم وين فمه ملفات فسادة كبيرة يحكيه على عفاءات ديوانية كبيرة ودعم من وزارة الفلاحة والدولة بصفة عامة لمنظومة توريد الأبقار المعدة للتسمين وذبح يعني لحوم الحمراء أو للتربية بيش يكثر الحليب لكن الفساد والملفات تنتيع الفلوس هذه وين تمشي في العلفة وما فماش علفة في الحم وما فماش الحم في الحليب وما فماش حليب وين في الحليب وما فماش حليب كيما قال لك الفترة اللي فاتت معناه مشاول التوريد الحليب وإحنا عطينا صيحة فزاعة اللي انتي تورد فيه بالحليب المليارات هذيك كنت تعمل بهم الجينيس بلان كنت تعطيهم للفلاحة باش يأصلوا لك الجينيس بلان ما حاشتناش احنا بالسيفونسيون وما حاشتناش بالتوريط حاشتنا بدعم الفلاح دي راكت ودعم معقول هي 25% يكفي رضي بها الفلاح المهم معتيني بقرة في متناولي بصوم معقول وأعلاف بصوم معقولة ونغطي لكل فمتاعي بفلد دايمومة معناها الانتاج من الحم والحليب أما لكن الله غالب في العشر سنين هذه ما فهم مش كون يتكلم أحنا تقول لي ما تكلمت شانا جيه ويراه أما فهم لجنة وطنية واللجنة الوطنية فيها تمثيلية فخري ترجمان والإجابة على مسؤوليتك انت في الكوليس قتلي من يدافعون عن الفلاح تورتوا في الفساد وهما الفساد بيدو من يوردون ارتبطوا مع المسؤولين الوزراء والفلاحة والاتحاد والكل وعملوا له بالابتلاع المليارات فسر هالي هذية والله اللي سار توفى العشر سنين هذية اللي فاتت 2018 كما قدتك القمح وال2016 و2017 يبقى اللي يوفى السيزان ميرخصوش القمح التونسي تلقى كان المستورد وقت اللي تكلمنا في 2020 الوزير عطاها الدعم للجمح المستورد يا رسول الله قلنا له كيفاش تدعم الجمح المستورد بذور مستوردة وحنا عنا هكذا كنت انت تشوف في الشركة المركزية سمعني ترجمان حكيلي في البقر طوان حكيوا على البذور حكيلي في البقر البقر كيف كيف شركات توريد فما شركات ما غير ما نسميها لك اللي هي ولا تتركز في توريد وتعمل في التريب بارتية شركات متاع حليب هي بيدها تجيب في البقر وهي تعطي في البقر للفلاح وتغرق في الفلاح في مديونية والعلف كيف كيف هما يخدموا في العلف عندهم معامل علف وبعامل توريد لاتحاد الوطنيه عام تحقيات معا شركات توريد أعلاف لاتحاد الوطني لاتحاد الوطني تعترف الفلاحين متاعنا ياخيوك عامل شركة وانتي مين وراك انا جيها ياخويا وانا ندافع على منظوري انا اخويا انا اخويا كتكلمت على القمح وعلى الاعلاف وعلى التوريد وقلنا مش معقول خطر الورقة لولا في القانون الاساسي هو الدفاع على منظورينا بيشتى الوسائل وبيكل الطرق تجي انا وقت لتكلمت على التوريد مش معقول قلنا التوريد الاعلاف والبذور وهذا الغلاق الفاحش اللي ذر الفلاح مكتب تنفيذي كاملة ها والزميل يتوي حكيلك شصارتنا هرسلة وجاتنا لاشدر نظام هم احكيوا تركوا فيها احكيلي درجع لي page 0 شكونوا بالضبط اللو بيشكون فكك هو لي شكون يورد وعمشكون وعلى شكونوا المشكل شكون يسهل شركات خاصة تورد في البقر عاملين معامل متاع ع charisma يوردوا في الاح STEPHAN معروفين ضوز مونابول ظوز ثلاثة شركات متاع علاف معروفين الشركات البقر تبع ZOZ في البلاد الى هما المعامل الكبار متاع فاط swipe هما اللي يوردوا في البقر وهما اللي مركزين على التوريد سامحني كانوا الفلاحة كانت شهاء لفلاحة معناها تعمل سويفي الفلاحة اللي هما عندهم أقرياج بشي يعملوا جينيس بلان وياخذوا المنحة متاحهم وكانت برشة كيفا بالحاج في القلعة كيما عنا في جندوبة كانت شركة الأحياء بينها اللي هي تدمرت كانت تعمل في جينيس بلان وياخوا جينيس بلان معناها بقى شنو جينيس بلان أرخة عشرة تونسية وبصوم معقول وتقاوم لكليما وتتأقلم مع الوضع التونسي ومع الظروف التونسية أنت تجيب لي بقرة تتكلف لي بعشرة وبثلتاشن مليون وما تتأقلمش وتزيد فمني أنا فلاح جاب بستين بقرة براون سويس وكلها طلعت بالتيبركيلوس تزيد يجيب لك الأمراض كما في القمح جابنا الأمراض الموردة السبتريوز والروي والموشتي وجابهونا دوية أخرى والدوية تذي على أساس بشتدوية الفونجيسيد تعادت معا تبنوا معا القرط اليوم البقرة العجلة يترحا في كرشموا الغلم الفلاحة تشكي مطرح منيقش الترحة ذي مدويات الموردة لجرة البذور الموردة طيو نحكيهو في الأدوية كمّل حكيلي الموردين هذوما الي يحكموا في قطاع متع توريد الأبقار والعجول متع التسمين مربوطين بشكون على علاقة بمن من يسهل شبكة كبيرة برش شبكة كبيرة برش شبكة كبيرة برش فيها ناس معنتها الله يهدي فما حتى من وزارة الفلاحة لحكي لنتكلمه ومن نلقوش أنطونت ومن نقول شبكة كوني اسمعنا في العشر السنين اللي الفتة فما حتى وزارة الفلاحة تيحد الفلاحية ما سوريت العشر السنين اللي الفاتت إخي دعمنا الندوة جاء وقالوا أخوذوا وبقروا عندكم 60% منحوا ويني المنحوا ما أضوما شكون وزارة الفلاحة وتربية الماشية وللموا الفلاحة اي وشكون آخر شكون آخر الوزارة الفلاحة وتربية الماشية وفما معناتها الموردين هذوما شركات خاصة أخي الدولة تورد شركة خاصة و أخي موشي على طريق وزارة الفلاحة أخي شكوني اللي وعد بسيفونسيون مش وزارة الفلاحة ولا بها ويني سيفونسيون برشة فلاحة تبلعت على أساس بشي أخو 60% منحة ويني 60% تكلفت له بقرة 13 مليون سامحني وبعتلي الدور عليه تنحيله الدعم تعل حشيش والكتام تعلنه خالة ماشية وتنقص الشعير ماشي وينقص الشعير عليش نورده فيه نحنا نورمال ما ننجو الشعير الجمحة ليش تلوح لسنين الفاتح والله يمشي الاتحاد الوطني وصلوا أنا كاجيها ويخويا عام المجهودي وأكس وكي تكلمت اتهرسلت